يتنافذ بيان لمجلس الأمة أن اجتماع البرلمان بغرفته سيكون يوم الثلاثة 9 أبريل بقصر الأمة ما يبتدأ من الساعة التاسعة صباحا فيما تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بأعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتينها المجتمعتين معا ستعقد اجتماعا لأعضائها غدا الأحد 7 أبريل بمقر مجلس الأمة للتذكير فإن هذه اللجنة نصبت من قبل عبدالقادر بن صالح رئيس البرلمان خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس الرابع أبريل بمقر المجلس ويرأسها صالح جوجيل بصفته العضو الأكبر سننا